السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة مرشد التربوية في المقطع الجديد يتعلق بصرنا صديقيني وهو نص تقويمي خاص بالوحدة الأولى الأسبوع الخامس نعم في هذه الصفحة سنتعرف على أجولة صفحة رقم 44 والصفحة رقم 45 وكذلك الصفحة 46 قبل أن نبدأ الشرح هناك ملاحظة أننا أقول لا تكتبوا في الكتب حفاظا على نظافة الكتب وحتى يستعملها تلاميذ محتاجين أو متعلمين محتاجين لها في السنة المقبلة هناك بعض النص يقول لك علش أنتك تكتب في الكتاب هذا الكتاب خاص بالشرح أشرحه فيه للمتعلمين يعني خاص بالشرح أما أنتم الكتاب المتعلمين راكين بزاف الناس محتاجين يعني لا حفظنا على الكتاب نقول قدرنا نسهمه به ونعتيه الواحد طفل آخر يستفذ منه فهذا سيكون واحد طرت خير أن نقوم بها نبدأ على بركة لك إلى أطلع عليكم بصفحة رقم 45 بعد قراءتنا للنص طبعا في صفحة رقم 44 عن السؤال الأول أضع علامة قبل كلمة ليست مرادفة لباقي الكلمات مطلوب منها أنا ندر هذه العلامة قبل الكلمة التي غير مرادفة أن أستطيع بمعنى أقدر على شيء أقدر وأن أعجز وأتمكن أستطيع وأقدر وأتمكن كلها مرادفة يعني قد ندر واحد حاجة ولكن أعجز فهو لا يمكن يعني ما قدش ندر ذلك العمل إذن هذه الكلمة الغير مرادفة ثم السؤال الثاني أضع علامة في قبل الكلمة التي ليست من عائلتي علمة مطلوب أن الكلمات ندر واحد العلمة في الكلمة لما كانت نتميش العائلة علمة عنا علم معلوم علم لامع وعلمة عالم ومعلوم وعلم وعلمة كلها كلمات من عائلة علمة لكن لامع بمعنى وحشيء لامع فهو ليس من العائلة نعم أتظر ثم السؤال الثالث أملأ خريطة كلمة تلطخة عنا تلطخة نوعها ومرادفها يعني المعنى المناسبة ثم ضدها وتركيبها في جملة بالنسبة لنوع تلطخة فهذا فعل فعل نعم المرادف ديالة تلطخة هو اتسخة اتا اتسخة نعم عنا ضدها نعم تن يعني تنظيف والفعلها نظفة نعم تركيبها في جملة مثلا تلطخة ثيابي ثيابي عفوا هذه حرف الباء تلطخة ثيابي بالدمي مثلا في العيد الأطحى مثلا منك نكونوا كندبحوا بالدمي مثلا ثم الفهم القرائي عنا السؤال الرابع أضع علامة في أمام ما هو مطلوب عنا شخصية لم تذكر في النص عنا أمضو الأم وهيشام نعم بقراءتنا للنص الكلمة أو الشخصية الغير مذكرة هي الأم ثم مكان لم يذكر في النص عنا بيته هيشام وعنا بيته أمضو نعم المكان لم يذكر في النص هو بيته أمضو نعم ثم الآن أرتب الأحداث الآتية بالأرقام 1-2-3-4 حسب التسلسلها في النص عنا شذبه هشام من البركتي تلطخة ملابسه بالوحلي سقط أمضو في بركة ماء ودعاه إلى بيته ليغتسل وسقط أمضو في بركة ماء إذن الجملة الأولى هي سقط أمضو في بركة ماء ثم طلطخت ملابسه بالوحلي ثم جذبه هشام من البركتي ثم دعاه إلى بيته ليغتسل الآن أكتبه في سؤال السادس بعد السهم لا أو نعم سقط أمضو لأنه أسرع في السير نعم عنا في النص نعم سقط لأنه لم ينتبه لبركتي السطر الثاني في النص إذن هنا أكتبه لا ثم عنا يجلس هشام على كرسي متحرك هل هشام يجلس على كرسي متحرك؟ نعم كيف معنا في الصورة؟ نعم عنا نظف أمضو دراجته هل أمضو هو من نظف دراجته؟ لا لكن عنا في النهاية في الفقرة ما قبل الأخيرة عنا هشام هو من قام بغسل دراجة أمضو إذن نظف أمضو دراجته؟ لا إذن بعد ما انتهينا من صفحة رقم 45 ننتقل للصفحة رقم 46 من نفس الكتاب عنا سؤال أول في التطبيقات اللغوية أستخرج من النص ما يأتي مطلوبنا أننا نستخرج من النص إسم وفعل وحرف نعود للنص نعم أن الكلمة الأولى الجو وممطر هذه أسماء إذن مثلا نظف أكتب الإسم الجو وأنتم ممكن تختاروا كلمة أخرى كأننا نحن مجموعة الكلمة مثلا الطريق طفقنا ثم اليسرى ثم رحيمة وغيرها من الكلمات بالنسبة للفعل نطلوبنا أننا نستخرج من النص وح الفعل عننا فسقطوا سقطوا إذن الفعل هو سقطوا ثم نطلوبنا أننا نستخرج من النص حرف مثلا عنا الواو عنا العم عنا مثلا إلي ثم نبحث عن حرف آخر مثلا عنا مثلا في في إذن سأخذوا هات الحرف في وغيرها من الحرف أنتم فقط أنا أشرح وأضع حرفاً واحدة ثم السؤال الثاني أحول الجملة سقط الطفل وطلطخة بالوحل سقط الطفل وطلطخة بالوحل الآن عنا أنا أنا من سقط إذن أنا سقطت سقطت وطلطخت تلطخت تلطخت نعم عفواً وطلطخت ليس وطلطخت 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 بالوحل وهكذا في الجمل أحول إذن تتم التتم أنت سقطت وطلطخت بالوحل ها سقطت وطلطخت بالوحل أنت سقطت عفواً هنا نسته إحدى أنت سقطت وطلطخت أنا سقطت عفوا كنت نسيت التأ وطلتخت بالوحلي ثم السؤال الثالث أملأ الفراغات لتركيب جمل تبتدئ بأفعال عندنا هشام مثلا ماذا يفعل هشام يقرأ مثلا يقرأ يقرأ ماذا يقرأ هشام مثلا قصة أو كتابا أو هنا يشاهد هشام التلفاز يعني مجموعة دي الجمل نظف هشام ماذا نظف هشام مثلا انطلاقا من الدرس نظف هشام الدراجة تفقنا ثم الآن عنا زينب ماذا تفعل زينب مثلا تلعب تلعب زينب بماذا تلعب زينب بالدمية مثلا ثم الآن عنا السؤال الرابع أحول الجملة كما في المثال سقط أمادو أمادو ساقط أمادو ساقط سافرت مماس إذن مماس مسافرة مماس مسافرة تفقنا ثم الجملة الثانية رجع المسافر المسافر راجع الآن مكوي الإملاء سؤال خميس أملأ الفراغ بما يناسي الألف والام القمرية الألف والام الشمسية والام المكسورة إذا حل الصبح إذن هنا ألف والام الشمسية الصبح صراحة أديك كذلك ألف والام الشمسية أترك أترك النوم الألف والام كذلك الشمسية وقم لاستقبال وقم لاستقبال اليوم نعم هنا ألف والام قمرية اليوم الجديد الألف والام القمرية وردد بلسانك الفصيحي نعم الألف والام القمرية حيا على الصلاة كذلك الألف والام الشمسية عفوا حيا على الفلاح الألف والام القمرية تفقنا والسؤال السادس الأخير أكمل كل كلمة بألف الممدودة أو ألف المقصورة موسى تكتب بالألف المقصورة دنيا تكتب بالألف الممدودة إلا تكتب بالألف المقصورة هما تكتب بالألف الممدودة جرى تكتب بالألف المقصورة سما تكتب بالألف الممدودة يسعى تكتب بالألف المقصورة وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس تجدون مكون التعبير الكتابي في صندوق الوصف صفحة رقم 47 وفي أول تعليق وإلى اللقاء